السلام عليكم مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد اليوم الحصة تعناه وين الصحفي يزيد واهيب يعني وين يلمح بأن الجزائر خسرت في الميلف تحت على تنظيم كاس إفريقيا 2025 أنا نقول هايكم نعودها لكم نقول لنا نحضروا لازم نحضروا الواقع الواقع هو يقول مقبلت عقلهم يقول لكم بعد قد وخرجتوا الهضرة تقناه بسع قلبتوها يعقلهم يقول لكم لازم التسيير يكون أفضل من التدريب عقلين يعني كنت نقول لكم الناس ولاو يضحكوا عليا ولا يقولوا لكم لا عناه مدرب ما خلصناش مسير ما خلصناش مسيرين عناه مدرب وانا أقول لكم يا جماعة يوراكم غالطين لازم يكون عندك التسيير أفضل من التدريب كاين أي مثال كنت نقول لكم بهذه الأمثلة كنت نقول لكم كنت نقول لكم يعني عندك وزين خدامة يخدموا آش بانتكات عندك دوزي كيف يخدموا الليل مع النهار وعندكم ديريكتار يعني يبغي يبرح يبغي يو عام عامين يعني ذوك الخدامة يخدموا بصع مكاش الوزين يتبلع مش قضية عن حدام قضية عن مسير كيداير من بعد أنتو من هاللي أقسينا من كاس إفريقيا شخشتوا لدون قولوا ما عندناش مسيرين ما عندناش اتحادية هاودي هاو كنا نقول لكم علاك تتعايرونا وتتضحكوا علينا قلتوا علاك تضحكوا علينا قالوا يدلوها ايش يهدر رايحووس على صحابه يقول له شكون صحابي يانا شكون شكون صحابي الله يلحب الشوابين قولونا كما هو عقل انتوالي الثادي أقسموا لكم بالله العليا العظيم ما نحضر في القرش ومعلباني تب واحدة هذا والد صادي ما نشوف نقول لكم كلمة اشتركوا فيه قولوا له عندك السلاح يدوه يأذبوه يطلقوه يأودوه يأذبوه يجهلوه يقول له مكاش مكاش مين مكاش يصنع علاك يصنعها فيمك هذا والد صادي والله ما نعرفه علي متاليك أخو هذا والد صادي يا عمري اللي هدرت معاه ولا عمري اللي هدر معايا ولا عمري اللي لقيته ولا لقالي أنا كينشوف هذو الناس يكذبوه هذو الناس يكذبوه كينما كذبو عليكم قالوا الماتش يتعاود وكاين ليفراب وكاين اي راخو يسموه انفرتينو قالنا خطوا الدوسي وإحنا ندبره يصالنا يأخر جوفانك يكذبوه قال لك شوبير أعطى الدراهم الدحمان قالوا انقالب على المجموعة هذي 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 تألمون تكذبوه كينما قالوا لكم قالوا لكم شوبير أقذبو هذراء واحدة شوبير حوسين جناد يعطيه زوجملائي وقرع شراب ولا ولا والد سادي ولا أنا شكون كين شوبير واحد كين أحمد واحد أنا بركة كين ثلاثة ولا أربعة المهم رانا ظهرينكم المهم رانا كم عارفين بليران انتوما 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 اللي في وسط القدرة رانا كم عارفين بليرانا نهضروا في الحقيقة وعارفين بللي واشا هدرنا قاع صح قاعدين تغلطون في الناس صحيح غلطون الناس قدوا تغلطون الناس بالصح أنا أقول لكم انتوما ما رانكم محافظين خلينا من هذو اللي باطار اللي راسترسقين من هذي من هذ المنتخب الوطني واسم المدرب يسترسقوا باسم المدرب خلينا منهم بسعن توما اللي ما بغيتو شو اليوم كيفاش درتو ضغوطات الناس كيفاش يقولوا للشعب خلينا من هذي من الضغوطات الناس خافت على رسالها مدرب روخو خاف على رسول خرج يجري قالكم عوارو اي تنوري مجيين واحد مكاس قلت راح ليسؤال عوارو اي تنوري مجيين خسر من قالكم عوارو اي تنوري كوربح كان يقول لكم شكول ذا عوارو اي تنوري بسعن مجيين خاف من المقصان اليوم راكم عايشين فيها كاريجان وما راكم شو محافظين عليها على ليكيب ناصي الله لستو محافظتو شعري بصح انا مقولكم عن قاريب والعاجل القاريب والقاريب العاجل سوف تبكون كالنساء وش كل مستفيد هذوك العاهيرات خاجت لك العاهيرات اليوم يقول لك كلونا 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 غدوا ان شاء الله يطيح يخرج يدرو عليه وهم المستفيدين وش كل ما حشيت له انتالي راكم امن فيهم اللي قالوا لك المرشي تعاود وما ستم امن فيهم وما ستو الدعموا فيهم وما احنا يا ما نبيع لكم انا باش تقارعوا باش نبيعكم الوهم نكذب عليكم ما تقارعوش باش نكذب عليكم انا نحضر الواقع شكاين هذه هي تبغي الحقيقة مرحبا بك راني هنا نعطي الخوية ما كاشي ما غاديش نكذب عليك انا من اكبر ناس ضد هذا المدرب خاتش نعرف اللي ما هيش لافوت في اللعابة لافوت في المدرب فاقير تاكتيكم وانا ضدها ونقولكم ونعود لكم انا نعودها لكم لو كان هذا المدرب يحيولوا مارادونا وكرايف ويجيبوا له بانلي معهم وروا اللي يديروا بيكا موور اقسموا لكم بالله العالي العظيم ما نبرعو خاتش المدرب المرضى في المدرب انتو ما راكم تشوفوا فيه باللي هذا مدرب عالمي الرجلاء كلعاب فادوز يمتور كمدرب فادوز يمتور اهل البلاد وده وده وانتو ما بغين تحطوا بلي هذا هو المدرب المخير في افريقيا شط بعض واحد الفاجات نقصوا ويقولك لا غي في الجزائر كان يقولك في افريقيا ومبعد قالك في الجزائر ومبعد يعاود 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 يولوا 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 تيردوا افضل مدرب في بن عكنون هذه نقولها لكم ونعودها لكم المهم كما يقولك الفائدة والحاصول وانعودوا نقولوا اليزيد واهيب وانقلهم الملاعب والمنشآت لم تكون كافية في ملف ترشح لاحتضان كأس امم افريقيا الفين وخفص وعشرين موطسيفي لديه اعمال في المغرب وقد يميل لها في حالة تقديم المغرب ملفها الحاج محمد راوراوة لقد تعرض ليويشايا يعني هي سيمة التي تتطبع علاقة بين مسؤولين العائلة في كرة القدم الجزائرية عندما اقول الحاج تعرض ليويشايا نعم الحاج تعرض ليويشايا من داخل الجزائر وبالادلة اذ لم يكن لديك نفوذ في كاف يصعب عليك الفوز بشرف استقبال منافسة ميسكاس افريقيا للامم عمارة الشرفدين كسب خبرة واحتكى مع الاعضاء الكاف الذين اوكلوا له مهمة جد مهمة وكان من الاجدر تركي والبحث عن اقحام عضو اخر في لجنة الاخرى او في جهاز تنفيذي لكن الكل يعرف الحقيقة ما قاله موطسيفي عن منشآت الجزائر سيقولها في بلد اخر وقد كان يعني دائما يتغنى باي بلد يذهب لها ويستعمل سياسة وهي الدبلوماسية المنتخب الوطني يعني اذ استثنينا المنتخب الوطني لا شيء يفرح عندنا سواء تعلق الامم بسوء البرمجة او بمظاهر العنف التي عادت بقوة لكن يكون من السهل علينا ان نستضيف منافسة بحجب لن يكون من السهل علينا ان نستضيف المنافسة بحجب كهس افريقيا سيطلب منا الاشهار لأحد ممويلين الكار وقد يتعلق الامم بأحد شركات المعروفة بمشروبات الكحولية كيف ستكون ردة فعلنا مع العلم ان هناك قانون في بلدنا يمنع الاشهار لمثل هذه الشركات ما حدث في قطر عشية انطلاق مونديال خير دليل على ذلك بما ان النصوص والقوانين هذا البلد تتنافى مع اللوائح الفيفا وما حدث مع قضية المخناسين هذه البعض يعتقد ان تنظيم كأس امم افريقيا متوقف فقط على وضع الملعب فقط تحت تصرف المنتخبات ولكن الحقيقة ان يجب النظر الى كل جوانب التنظيمية المحيطة بالمنافسة لازم لك ريجال فعنك لازم لك لازم كين يكون عندك الجهن لازم تكون مكان قضية لازم تهزل ماشي سهله ماشي سهله ماشي سهله عكتوين الحاج دوميل ديسات دمروه بصح داروه ويشايا باش يخسر كاس باش يخسر تنظيم كاس افريقيا ماشي حاوسوا كيباش يقلعوه يعني الحاجة اللي داروها للحاج هم اليوم غادي خلصوها وسوف تبكون كالنساء لانكم لم تحافظوا عليها كرجال وعاقلوا عليها مليع شان يقولكم عاقلوا على حضرتنا خانشي ويش كنتم نقولكم غا خرجت صح تلكم باللي التسيير يكون أفضل من تدريب داروه داروه وخرجت صح تيبوا بوار كيما يقولك بلا ما تنسو اعطونا الجيم كومنتر وفانيك partageونا الفيديو لمشي ابوني معنا يدخلي ابوني ورب يحفظكم وصحيتو خالتي رب يحفظكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة